موسيقى وتعرف الناس مشوارك كان جيز زي مع كورة الكدو اه والله انا بديت في قريتي الاول قرية المخنان الحامدية مركز البدرشين بعد كده انتقلت النادي سكر الحامدية عدت هناك حوالي 6-7 سنين بعد كده رحت نادي مصر المقصة لعبت الناشئين حوالي 4 سنين وطلعت خلالهم نادي النجوم مستهبل درجة تانية عارة ورجعت تاني بعد كده طلعت فريق اول بعد كده نادي البنك العالي انت كنت اصلا مدافع من انت صغير لا كنت رأس حربة بعد كده مدرب عندنا في الناشئين اسمك محمد سعد قال لي هتلعب مدافع لأول زيلت شوية بعد كده ربنا كرمني بقى طب ليه ما كملتش ان انت تلعب رأس حربة ومهاجب؟ هو كان شايف ان انا بقى مدافع احسن هقدي فيه احسن تسعيدك ازاي بقى للدرجة الاولى للنادي مصر المقص والله احنا كان اخر سنة لنا ماليد سبعة وتسعين وتمانية وتسعين مع بعض يعني السنة دي تطلع فريق اول يعني كل واحد يشوف هيروح فينو كده فانا جي كابتن ميدو اختار خمس ست لعيب انه بقى معاه يتمرن الاول ايه في الدرجة الاولى حوالي اسبوع اسبوعين بعد كده خلال الاسبوعين دول جالي نادي اسوان رحت عدت مع كتن مجدى بعاطي وكتنسى بتصاروخ وخلصت كل لها حاجة خلاص وكتن رح اسوان كابتن ميدو قال لي خليك معنا الاسبوع ده نشوف خلال التمارين وربنا اكرم لعبت معه ثلاث ماشرات والدين في ثلاث ايام ثلاث ايام واربعات الحمد لله ربنا تكرمني كنت كويس معاه يعني عديت بشكل كويس الحمد لله كنت موجود معاه كلام كابتن ميدو بقى كان معاك ايه وازاي قدر ان هو ينقلك من خبراته الكبيرة جدا في الملاعب المصرية والاوروبية وازاي ده اثر عليك بالاجاب في خلال مشوارك لا بس هو كابتن ميدو وكابتن عدل مصطفى يعني الصراحة الاثنين كانوا بتكلمهم معايا على طول يدوني ثقة يعني اول ما تلات الدرجة الاولى انت هتبقى موجود كنت انا وعبدالله مجدي البرامات الزباتي انت هتبقى موجود معنا بشكل كويس واتمرنك وانت بتتمرن كويس يعني وربنا يكرمك وتبقى موجود معنا في المطشرة الدوري بدأت المطشرة الدوري اول ما تشمع لعبتش بعد كده خدت مطش الجونة وبقت معها بشكل اساسي على طول ويدي نسكة في الملعب مفيش اي يعني مفيش رهبة في الملعب كنتميضوا اي لعب يلعب معاه عارف انه ما يحطش ضغط على اللعيبة خالص كل حاجة عليه هو وطالما انت بتلعب معاه راجل وبتظر بشكل كويس معاه وبيشيله فوق راسه يعني كان معاك مدافعين من ساتة في المقص لم اكن معاك كتير كان معاك كابتن دبش كابتن هني سعيد كابتن مودي كابتن عاصم كابتن عاصم سعيد حوالي خمس ستة مدافعين وإحمد جمال كنا كتير يعني وانت كنت انت اللي لعبتي فيهم اه كنت بلعب فياق employed انا وكابتن مودي ا انا وكابتن عاصم سعيد بعد ما مشي بقى كابتن ميدو ايه اللي حصل؟ مفيش جت بعدها جيه يمسك كابتن ايهاب وجت فتر الكورونا رجعت لعبت مع كابتن ايهاب وكابتن ايهاب لعب حوالي 8-9 مطشاط نقل الفرقة بصراحة يعني كانت الفرقة شوية النتائج ما كانتش متزبطة بعد كده نقل الفرقة بصراحة بالنتائج يعني بشكل كويس انا لعبت مع كابتن ايهاب حوالي 3 مطشاط بس من 9 مطشاط انا بشكوره طبعا يعني كابتن ايهاب طبعا انت عارف طبعا كابتن ايهاب في الكورة حاجة كبيرة جدا ماشاء الله بس فانا الحمدلله كويس ان ايهابت معاه حتى 3 مطشاط دول استفدت منه حاجة حتى لو حاجة صغيرة بس استفدت منه اخد من كلامك انت تعلمت كتير من كابتن ميدو وكانت فترة ايجابية والكابتن ايهاب جلالي تعلمت برضو حاجات كتير منه ايه الفرق ما بين الي اتنين وايه الي اكتسبتو مننا وايه الي اكتسبتو مننا ده الاتنين طبعا مدربين كبار جدا يعني انت كلاعيب الكورة لازم انت استفد من كل مدرب معاك يعني كابتن ميدو تستفد منه الحماس الالتزام في الملعب برضو بتاخد حررتك في الملعب يعني انت كلعيب بتاخد حررتك في الملعب بيديك الحرية ان انت يعني تبدأ في الملعب مع كابتن أهب نفس الكلام بس برضو ايه يعني بشروط معينة يعني بالتزامات معينة في الملعب في مركز اللاق يعني في مركز الملعب يعني في مركزك في الملعب يعني كيود شوية في المع كابتن أهب روحت بعد كده البنك الأهلي فكرة جاتي إزاي بقى أنك تمشي من المقصة وتروح البنك أره؟ والله الفترة دي كنت أنا لسه متجاوز جديد وكده وكانت الدنيا في التفاهم في المقصة كان فيه اللوغة دروب بيحصل إن شركة المقصة هتسيب النادي وكده بس فخلال السبعة تمام مطشاطة اللي عبتهم في الآخر الحمد لله قدت بشكل كويس جاء لي نادي البنك وكانت تجربة جديدة والنادي لسه صعد وعايز يعمل حاجة كويسة في الدارة الممتاز وقدرها بصراحة يعني محترفين جداً كدت اللي هو أشرف نصار واتسوز محمد وست العميد بصراحة يعني منظومة كبيرة جداً أعدت معهم وأنا قاعد في أول قاعدة مضيت وأنا ماشي بس مضيت أعراء وتاني سنة اشتروني ما فكرتش؟ لا لا خلص يعني لما أعدت معهم الدنة دي مش لسه صعد دار ومتاز لا يعني الناس محترفين بشكل كبير النتاج ما كانتش أفضل حاجة في الفترة الأولى مع البنك الأهلي وفضلته بتصرع على الهبوط لحد آخر فترة في الدورة الموسم الماضي كان إيه الأسباب؟ والله بص طبعاً أنت فاهم أي فرقة بتصحى الدورة ممتازة حتى السنة دي اللي لم يبتصحى بونتو يعني وسبع بونتو واللي معندوش برضو يعني فرقة جديدة بتتلم السنة اللي فاتت نادي البنك عمل حوالي 24 صفقة فرقم كبير جداً أنا وبالما اللعبة يعني ينساجم مع بعض وفرق يعني حتى في قط اللبس مع بعضي يعني بتاخد وقت شوية كلام ده كله والإدارة كانت عارفة كلام ده كله بس وربنا كرمنا احنا وقفنا يعني الفرقة يعني اللعبة كلها وقفت مع بعض وربنا كرمنا قعدنا وفكرتش خالص السنة دي لما جوموا يشترونه السنة دي لا أنا أواثق إن شاء الله الفرقة السنة دي هتبقى في حتة كويسة والحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس اشترك بك هم؟ لا مش عارف معرفش مش ما أقول مش عارف كان فيه أصلاً بند بيع في العالم؟ لا لا خالص هم دخلوا بمفاضات معنا دي المقاص السنة دي واشترونه كان عندك عروض مع البنك غير البنك يعني؟ اه كان فيه بس يعني حاجات لسه مش رسمية قوي يعني السنة دي بقى بداية قوية جداً مع البنك البنك قدر إنه يقدم نتائج على أعلى مستوى أدائك إنت على المستوى الشخصي كبير جداً خلى الناس تشيت بيك إيه الفرق بقى وإيه اللي خلى البداية تبقى قوية قوي كده السنة دي والله الحمد لله زي ما بقول حضرتك كده السنة اللي فاتت يعني لازم نتعلم منها شوية يعني السنة دي عملنا فترة أدات كويسة وماتشارة توديها كويسة جداً عرفنا إحنا وقفين فين وإن شاء الله هنبدأ إزاي بس ربنا كرمنا السنة دي وبتنين نبدأ بداية قوية أول ماتش الجيش كسبنا طينا ماتش القلي خسرنا واحد سفر يعني بضلاء كده تاريت ماتش كسبنا لإسماعيلي فالحمد لله تلت ماتشارة ستة بنت وإنت فرقة تاني سنة لك ده ممتاز إنك تبدأ البداية دي برضو كويسة جداً والفرقة بصراحة الفرقة كلها كويسة يعني كابتن خالد جلال بصراحة يعني عامل فرقة كويسة جداً وكابتن خالد يعني بص صبرت للعيبة لأ بعد مدى ممكن أنت بتغلط بلعبك تاني بتغلط بلعبك تاني يعلمك أخطائك بعد الماتشاط لأ يعني بصراحة الجاز الفن نادي البنك بصراحة محترمين بشكل كبير جداً